اهلا بكم في حالة جديدة فيديو دي دي النهاردة هنتكلم فيه عن اهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لبرج الميزان الهوائي لعام 2023 برج الميزان اول حاجة عارفين برج الميزان من السنين الكبيسة برضو اللي عادت عليه سنة 2022 نفسيا وصحيا واجتماعيا وعائليا وعطفيا كانت سنة كبيسة كانت سنة مجهدة كانت سنة متعبة كانت سنة صعبة بالنسبة لبرج الميزان وخسروا فيها شغل وخسروا ناس وخسروا افراد عيلة وممكن يكون فيه ناس من الميزان انفصلت ورجعت تاني لشخص المنفصل يعني فيه حصلت كانت سنة مثيرة مليئة بالاحداث المثيرة خلونا نعمل قراءة فلاكية كده دقيقة لموليد برج الميزان لعام 2023 فانا شايفها سنة حلوة جدا وممكن تكونوا انتم من الابراج الاكثر حظا في عام او انتم من الابراج الاكتر حظا في عام 2023 بغض النظر عن اول اربع شهور يعني عايزة موليد برج الميزان عدوا عدوا بس اول عايزاكوا تعدوا اول اربع شهور لان المشتري في الحمل مش سابورتب اوي ليكو يا برج الميزان فانا بتمنى موليد برج الميزان اللي هو انتم بداية السنة مش احلى حاجة في الدنيا شهر واحد بالنسبة لكم شهر متعب بعد كده فبرار نص نص بعد كده مارس نص نص ابريل مش احسن حاجة بعد كده الدنيا ممكن تزبط من بعد ما المشتري يتنقل لبرج التورس بس انا سنة شايفها مليئة بالسعادة مليئة بالفرح عندكوا بناء عيلة عندكوا طفل جديد بيت ولد عندكوا فرصة الناس اللي بتعايزين بابيalie جيبوا بابي ان شاء الله بتبنوا عيلة عندكوا تغيير منزل يعني معظم أريد برج الميزان ممكن تغيروا البلد اللي انتم عايشين فيها تغيروا البيت اللي انتم عايشين فيها شايفها سنة مشاعر من الطراز الاول انتم بالابراج الاكثر حظا في العاطفة في المشاعر في الحب عندكوا فرص عاطفية كتير جدا جدا وانا شايفة ان تأثير زحل عليك ممكن يكون فيه عندك تغييرات عطفية شوية طيب انا مطلوب منك يا برج الميزان ان انت تخلي بالك كويس قوي من النص الاولاني انت اكثر حظا النص التاني انت من الابراج اللي حظاها افضل بكتير جدا في النص التاني المشتري في النص الاولاني في برج الحمل وبرج الحمل برج المقابل لك في الدارة الفلكية فده ممكن شوية يكون مجهد بس انا شايفة انها سنة حلوة والناس اللي عندها ديون انا شايفة انت ممكن تكون خارج من الفين يعني ممكن الفين وعشرين كانت سنة مالية مش بالنسبة لك مش الافضل تماما لا عندكو مادين فيه ديون هتتحل ديون هتسدد ديون بسبب المشتري في بيت المال عندك في النص التاني فبالتالي انت بتزبط نفسك مديا فيه فلوس زيادة داخلالك نص التاني فعندك فرص مالية حلوة جدا جدا كمان انا شايفة العزاب في بداية السنة عندكو سنة ارتباط سنة زواج سنة ارتباط جديد هي سنة حب جديد بيدخل حياتك زواج ارتباط رسمي فالعزاب الناس اللي عايزين يرتبطوا عندهم فكر ان هما يتجوزوا عندكو سنة فيها فيها ارتباط حلو فيها شخص جديد ممكن يدخل حياتك بس انا بدايق بس موري بورجي ميزان رجالة وستات هما بيحبوا يلعبوا شوية يعني don't go into يعني casual relationships بلاش تدخلوا في علاقات انتو عارفين انها مش هتنجح او علاقات بالنسبة لكو يعني مش هتبقى حاجة مثيرة ان انتو تدخلوا علاقة متعبة وعلاقة مجهدة في الاخر انتو عارفين ان نهايتها واحدة او نهايتها مش كويسة شايفة ان الصيف مش فترة حلوة يعني الصيف غير مناسب خالص للسفر او غير مناسب سوري غير مناسب لمشاريع جديدة يعني لو بتفكر تعمل في مشاريع جديدة بلاش في الصيف اول 6 شهور بالنسبة لك افضل شهور للسفر يعني بتفكر في سفرية سياحة عمل تدور على شغل تعمل فيزا اي حاجة اول 6 شهور افضل بالنسبة لك كتير جدا من النص التاني ممكن اخر شهرين يبقوا برضو كويسين في الصفر بالعكس انا شايف ان الصفر في الصيف بالنسبة لك مش كويس خالص يعني اخر 3 شهور هو من اول من اول نوفمبر ديسمبر واكتوبر كويسين برضو في الصفر اكتر شهور المتعبة بالنسبة لك شهر يناير متعب جدا شهر فبراير نص نص يوليو برضو متعب شهر ابريل شهر متعب بالنسبة لك يعني دول اشهر خلي بالك منها وتك كير يبقى يناير صعب عشان برضو الشمس في الجدي فعمل عليك استرس كمان مشتري في الحمل فانتضيكم فوقناك في يناير فبراير بتر اواخر مارس وابريل صعبة شوية يوليو برضو مش فترة بالنسبة لك مش سهلة وخلي بالك بلاش تقرروا بلاش تعملوا بلاننج لصفر في اشهر الصيف مش هيبقى الدنيا مظبوطة عندك انا شايفة ان انت بتكون عيلة يعني السنة دي هي سنة الاجتماعيات سنة ان انت تعمل عيلة سنة ان انت تعمل ترابط عائلي سنة ان انت تحل مشاكلك العائلية لو بتفكروا في الخلفة او في نيو بيبي it's good opportunity ان انتوا يجيلكوا نيو بيبي يا برج الميزان ولو عندك مشاكل عائلية انت عايز تحلها هتتحل عندك عائلية طيب افضل الاوقات العاطفية بالنسبة لك وخاصة للعزاب من بداية يناير لحد يوم 16 مارس من يوم 15 ابريل ليوم 8 مايو من يوم 5 جون ليوم 23 جولاي من يوم 4-9 ليوم 9 اكتوبر من يوم 8 نوفمبر ليوم 4 ديسمبر دي افضل ايامك العاطفية مهنيا انت افضل النص الاولاني من العام انا بس اللي عايز اقول ان ممكن زحل يكون ليه تأثير بسبب دخول البرج الحوت شوية سلبي عليك من يوم 7-3 في حاجات معينة اول حاجة الحاجات اللي لازم تحضر منها من بعد يوم 7-3 برج الميزان وتخلي بالك من الحاجات اللي انا هقولها لك اول حاجة طاقة حقد وحسد يعني هيسة تبقى حسودة وحقودة في حياتك فحاول تقلل الكلام عن نفسك حاول تقلل المباهة والتناكة وتقول الناس شفت انا عملت شفت انا صويت فالتفاخر مش في مصلحتك يعني قالله التفاخر شوية قالله الكلام عن نفسك وشوية برج الميزان خلي بالك عندك اعداء في العمل اعداء مشاكل في العمل يعني العمل او الحياة المهنية بالنسبة لك عندك اعداء عندك ناس حقدة ناس بصّالك في حياتك ناس هيحاولوا يوقعوك ناس فيه إشعاعات كتيرة الإشعاعات هتأثر عليك في العمل يا برج الميزان برضو عايزاكو تبعيدو عن الطاقة السلبية أنا حاسة نفسين برج الميزان السنة دي برضو محتاجي يزبط نفسه نفسين نفسين في 2022 قلولي الكلام ده مظبوط ولا لا قلولي بتابعوني مدينة ايه برضو بحب أعرف ناس بتابعني مدينة ايه 2022 الميزان تضهور نفسين تعب نفسيا نفسيا وعطفيا كانت سنة مميتة يعني حصل لك خسرت ناس وناس كلمت عنك وعندك إشعاعات كتيرة وإسمك كان إسمك مرتبط بالإشعاعات والصحف الصفراء والناس حتى لو أنت إنسان عايزة تلاقي كده إسمك الناس كلها في إشعاعات حوالين إسمك ده قولك ده قال وعاد وسوى وراح وجه فهناك يعني إشعاعات مليانة حوالين إسمك يا برج الميزان فأنا شايفة أنت بسبب تأثير زحل عليك أحضر من حوالك النفسية خليب عليك من نفسيا بلاش تشاؤم بلاش نيجاتيفتي بلاش يعني تبقى أنت عم عايزة تتداق بلاش تبص لنص الكبال فاضي طيب أول أربع شهور عايزاك وتحضروا أو أول خمس شهور المشتري في برج الحمل خلي بالكم من أي بتدخلوش حد ند بالنجد يعني بلاش مشاكل اللي هو تدخلو بصدر حام بلاش أي مشاكل قانونية بلاش أي قضايا قانونية أي قضايا قانونية مش في مصلحتك بلاش صرف كتير بلاش مشاريع برضو يعني حسبوا أي مشاريع بلاش بيع أو شرب استثمارات عقارية بلاش بلاش أن أنتو تاخدوا أي قرارات مصرية بصراحة يعني أنت أفضل نص التاني فإحنا خلينا نص الأولى نحضر أحسر من كل الحاجات اللي أنا قلت عليها دي بلاش تشتري حاجة بلاش تبيع حاجة بلاش تدخل في أي نوع من أنواع الاستثمار في مشاريع في الـ من أول من بعد يوم 16-15 تقدر بقى تمضي عقود تدخل تدخل في شركات تدخل تشتري عندك حظوظة كلمانية تبقى أفضل أنا شايفة أنت كمان هتكون أتراكتف أوي سنة ألف إيه وانت أصلا على طول يا برج الميزان يا جماعة برج الميزان خلونا نكون معترفين هما ملوك الجذبية في العالم يعني بس السنة دي هتحسوا كده بكاريزما من نوع مختلف والعزاب عندكم معجبين كتير ويتعرض عليكم عروض حب كتير عشان كده هي سنة زواج للعزاب كمان يعني عندكم ممكن الناس العزاب عندكم شخص ما كانش شخص تعرفه ما كنتمش متخيلين مثلا الشخص ده ترتبطوا بيه ترتبطوا بيه أو علاقة صداقة تتحول علاقة حب أو شخص في العمل زميل في العمل ترتبطوا بيه وأنا شايفة كمان هي سنة رجوع للعلاقات يعني ممكن لأي حد عايز يرجع الناس المنفصل وعايزين رجوع للحبيب فيه احتمالية أو فيه فرصة كبيرة للرجوع فيه حد بقول لي من منصورة يا جماعة أنا من منصورة أنا كمان أنا أوريجنال من منصورة فهي سنة رجوع علاقات سنة سنة حب قديم ممكن يرجع لك ممكن ترجع لشخص انفصلت عنه يعني سنة ترجوع لشخص من الماضي يعني الناس المنفصلة اللي عايزين ترجع لفخص شخص من الماضي أنا شايفة ان هي سنة كويسة سنة حلوة انتو تحوشوا فيها فلوس سنة حلوة انتو تعملوا فلوس 2022 الميزان خارج ماديا في أسوأ أحواله خارج متضحضح ماديا يعني 2021 كانت مديها كويسة بمرج الميزان 2022 كانت سنة مجهدة ماديا فانت السنة دي هتعرف تعمل فلوس كويسة السنة دي هتعرف تحوش فلوس أفضل يعني فعندكو الدخار هتعرفوا تحوشوا وكمان الناس المديونة من برج الميزان زي الحمل والعزراء والميزان كده عندكو سنة ديون والجدي يعني الجدي الحمل العزراء يعني الناس دي هتسدد ديون الحمل والستور كمان والسرطان يسدد ديون يعني الحمل والعزراء والسرطان والميزان الناس المديونة إن شاء الله بإذن الله هتقدروا تسددوا ديوب طيب أنا زي ما قلت خلي بالكم برضو صحيا أي ما تحسوا بوعكة صحية أو مشاكل صحية برج الميزان على طول تروحوا تزوروا الطبيب يعني أنا عايزة أحذر برج الميزان صحيا بجد سنة 2023 صحيا ونفسيا هي أصعب حاجة بالنسبة لكم نفسيا قلت تبصوا نص كبال مليان بلاش تشاقهم بلاش تقصها البية بلاش تتعود تتشاقهم بلاش تتبقوا دراماتيك يا برج الميزان أنت أصلا مش دراماتيك بلاش قيلة وقالوا نقل كلام بلاش إشعاتك خلي بالك من كلامك دايما برج الميزان بيقع في مشاكل بسبب أنه هو بيكلم كتير لسان هو اللي دايما قلولي الكلام ده مصبوط ولا لا بزمتك يا برج الميزان معظم مشاكلكو في حياتكو بسبب لسانكو ولا لا قلولي الكلام ده فصحيا خلي بالك صحيا خلي بالك صحيا ونفسيا خلي بالك أي مشاكل صحية على طول روح راجع الطبيب بسرعة لأن زحل ممكن تأثيره عليك هيبقى صحيا أكتر حاجة ونفسيا طيب ممكن زي ما قلت يبقى عندك وسواس تعاني من وسواس القهر يبقى عندك أمراض نفسية أنت ممكن تروح تضود يعني أنا أسفل مش عايزة أكون سلبية بس أعرفكو أن ده تأثير زحل عليكو الموجود في برج الحوت ممكن تروح تزور طبيب نفسي تروح تترى سايكاترس عشان ممكن يبقى عندك وسواس قهري عندك قلق زيادة تشتت خف من بتخاف من أي حاجة خف زيادة فبلاش حيرة بلاش نيجيتيفتي أنا شايفها الحيرة يعني دي مشاكلك السنة دي نفسيا طيب خلي بالك من مشاكل في العمل أو أو حد يبقى بيترصد لك على مشاكل في العمل أو يبقى عندك عصبية عندك قرارات متسرعة من يوم 25 ثلاثة ليوم 25 من يوم 10 جولاي ليوم 28 أوجست بلاش أي تدخلوا أي صفقات مالية أو أي بيع وشراء أو ماضي عقود من يوم 20 أكتوبر ليوم 25 نوفمبر زي ما قلت الأفضل مهنيا الأفضل في العمل أو في المال أفضل فترات في حياتك المهنية والمالية من يوم 20 الحمد لله من يوم 20 يناير ليوم 3 مارس الحمد لله من يوم 15 مايو ليوم 21 جولاي من يوم 22 سبتمبر ليوم 1 ديسمبر بورج الميزان أنا شايف أنها سنة حلوة وسنة جميلة وسنة يعني آه عندكم تغيرات بس لازم يبقى عندكم تخطيط لازم تكونوا مركزين لازم تكونوا متفقلين عندكم شهرة اجتماعياتكم أفضل علاقاتكم أفضل عندكم انتشار الناس بتشتغل في السوشيال ميديا الناس اللي هي علاقة بالشهرة عندكم شهرة عندكم انتشار عندكم أنا شايفة أن هي أفضل تأثير على بورج الميزان لعام 2023 هو عاطفيا هي سنة الحب سنة العاطف سنة الارتباط المتجوزين خلي بالكم من الفترة بتاعت شهر أغسطس وشهر سبتمبر لحد نصف سبتمبر خلي بالكم وبرضو من آخر عشر تيام في السنة خلي بالكم مشاكل بقى في الزواج خناقات حوارات برضو شايفة أن كوكب أورنس بيأثر عليكم في اتخاذ قراراتكم طول السنة طول السنة تأخذوا قرارات طول السنة قرارات أو بورج الميزان ما بيعملش حاجة في غنو بياخد قرارات مش عايزة تردد برضو يا بورج الميزان انتو بورج من الأبراج اللي بتتردده كتير جدا يبقى الحاجات التلات تحذيرات التي يجب أن يحضر منها بورج الميزان في عام 2023 بعيد تاني الصحة الصحة بلاش كسل في أي حاجة لها علاقة مع عرض صحي زي ما قلت وخلي بالكم كمان من القضايا الدخول أي مشاكل قضائية أمور قضائية خلي بالكم منها خاصة في أول السنة صحتك النفسية لو حسيت أن انت بحتاج تتكلم أحد تتكلم تروح للساكاترس أم حاجة خلي بالك عندكم تغييرات في مكان المنزل أو مكان العمل أو البلد بتاعتكم دايما بورج الميزان بيعانده تغيير في المنزل عندكم نقلة من بيت لبيت عندكم نقلة من شغل لشغل عندكم نقلة من بلد لبلد خلي بالكم من العمل بند العمل هو اللي عندكم فيه شوية سترس فيه مكائد فيه ناس عملت تعمل لكم مشاكل ناس عملت بصولكم فيه بقى إشاعات دايما بورج الميزان الحاجة اللي بتدعمك عاطفيا زي قلنا ان دينوس موجود في برج الأسد برج صديق ليك لمدة 4 شهور فده بيخليك عاطفيا حلو قوي قوي بالنسبانك يعني انا شايفاها ان السنة عاطفيا حلوة جدا زي ما قلت لكم ان هي سنة الحب والارتباط بس انا شايفاك ممكن تفقد شخص بتحبه يا برج الميزان ممكن تفقد شخص قريب منك ممكن تفقد شخص يعني انت بتهتم به طيب اكتر الموليد اللي لازم يحضروا يوم 14 اكتوبر بريس خلي بالكو من ابراجل اكثر حظا هم من مولودين من يوم بعد يوم 15 من يوم 15 يوم 22 انتوا الاكثر حظا طول العام موليد يعني لا يعني هم من 15 ل 23 اكتوبر انتوا سوري من 15 ل 22 اكتوبر ويوم 23 سبتمبر تعتبروا الاكثر حظا انا دراسين شايفاها برضو فيه تفوق عندكم دراسات جديدة بتعلموا حاجات جديدة انا شايفاها سنة جميلة وسنة لطيفة بس عبر عن حبك للناس اللي انت بتحبها يا بورجينيزان عبر عن مشاعرك للناس القريبة منك خليك يعني خلي بالك لسانك لسانك حصانك انسنت وصانك يا جماعة بجد ان من اكتر الابراج اللي بيحصل لها مشاكل بسبب لسانها والله عظيم سبب ان هما بيخدوش وبيكلموا كتير وبيعملوا دايما يعني هما لابقين في الكلام على فكرة بورج الميزان بورج لابق بس دايما لسانهم بيعملهم مشاكل هو بورج الميزان والله العظيم في حد بيقول لي انا دعيت كتير لقريبك اللي توفى والله يا ربنا يكرمكم يا رب يعني يا ربنا يرحمك يا أدم انا بجد اقولكو على حاجة جماعة انا في حد من الناس العزيزة عليها يتوفى من يومين انا دعيت له كتير قوي والله الغصين لدرجة ان انا بقيت بقيت مصممة ان انا صلي الصلاف معادها علشان خلاص افتكرت ان هو مدفج عنده حاجة واربعين سنة في اول الاربعينات وعنده ولاد وعنده وابنه صغير او حاجة زي كده يعني عارفين اللي هو يعني الانسان ممكن يفقد حياته فجأة من غير اي فجماعة بجد حافظوا على الصلاف وقتها والله العظيم طيب زي ما قلت في حد بيقول لي هل في زواج هي سنة ارتباط بجدارة فرص الارتباط فيها عالية جدا جدا وفي موضع قودة على فكرة برضو وعندكو بيع وشرة برج الميزان عندكو اعلان لقصة حب اعلان لعلاقة اعلان ارتباط اعلان خطوبة اعلان زواج والمشتري برضو لما يكون في الحمل بيديكو شهرة يا جماعي عندكو شهرة وعندكو انتشار اسمكو بيلمع اهم حاجة ان هو يبقى انتشار ايجابي مش انتشار سلبي ان دايما اسمه برج الميزان مرتبط اكتر بالاشعاعات يعني عندكو اشعاعات كتيرة فبلاش اشعاعات يا برج الميزان والله العصير وهل في رجوع للماضي او في فرصة كبيرة جدا للرجوع لشخص من الماضي انا بقرأ بص عشان اشوف ان الناس تي حاجة او لا لا على فكرة انا بعتبر ان برج الميزان من الابراج الاكتر حظا في اي حاجة ليها علاقة في الحب يعني انتو من الابراج الاكتر حظ في الزواج والحب والارتباط والنص التاني انتو اكثر حظ في العمل والشراكات والفلوس برضو النص التاني انا شايف هرزقوكو حلو النص التاني وفلوسكو حلوة هندوكو علو الشأن زواج حب ارتباط فانتو نص التاني احسن بكتير من نص الاولين انا عدوا نص الاولين كده على خير يا برج الميزان نرفقه بعام 2022 وبعد كده ندخل بقى ايه ندخل بقوة في النص التاني بتمنى لكو السعادة يا برج الميزان وانا عارفة ان انتو برج قوي انا مخافش على برج الميزان ونحمل بحس ان هم ابرق قوية يعني برج الميزان ده مهما نوقع بتحس ان هو صلب كده برج لا برج شديد برج الميزان يا جماعة برج قوي برج شديد برج زكي برج عنده زكاء اجتماعي فانا عمري ما بخاف على برج الميزان ما شاء الله تاتشوود انا برج العزراء اكيد الناس بتسألني انتو برج يا جماعة الناس اللي دخل جديد على التشانيل بتاعتي بتاع المليون مشترك بحبكو جدا قولوا يتحبوا نتكلم عن أبراج إيه؟ احنا قريدي عملنا العزراء والطور والجديو وعملنا الميزان دلوقتي عملنا الحمل النهاردة برضو عملنا العقرب والحوت والسرطان قولوا يبقى تحبوا نتكلم عن القوس ولا الأسد ولا قوس أو أسد أو دلو أو جوزاء معاش فاضل غلار بعض أولاد بشكركم واستنوا فيديوز تانية هنتكلم عن الميزان في فيديوز تانية برضو في نهاية العام نتكلم أكتر في تفاصيل أكتر بتمنى لكم السعادة يا بورج الميزان stay positive وبصوا المص الكوباء المليان وهي سنة تغييرات كتيرة قوي سنة زواج سنة ارتباط سنة عاطفة سنة فلوس حلوة وشهرة تانكيو مع السلامة بتمنى لكم كل الحظ وكل سنة أنتوا طيبين بتمنى لكم عام سعيد في أحلام جديدة وخططوا للسنة الجديدة يا جماعة وتفقلوا بالخير تجدوه ترجمة نانسي قنقر